اشتركوا في القناة وموتنا وموتاكم إن شاء الله طبعا القمر اليوم موجود في برج الحمل وهو رح يكون اليوم متواجد ما بين منزلة البطين وما بين منزلة الثرية وبرضو في عنا خلو مسار وعنا انتقال للقمر في ساعات المساء من برج الحمل لبرج الثور أول إشي بما أن القمر موجود في منزلة البطين فهي منزلة جيدة لتهدئة النفوس والإصلاح والبدء بكل شيء جديد القمر رح يضل موجود في هاي المنزلة من الآن لغاية ساعة 11 و37 دقيقة يعني منقدر نحكي ما قبل الظهر بتوقيت جرينتش من يوم الجمعة لا ينتقل بعدها القمر لمنزلة الثرية وهي جيدة تنفع للبدء بكل شيء وغير مناسبة لإظهار أي شيء يعني بمعنى آخر هي مناسبة للأسرار والكتمان وإخفاء الأمور مش مناسبة إنك أنت تؤتمن حد على سرك بالفترة هاي أو ترشد حد على أمانه أو شيء أنت مخبيه أو متدخله بالنسبة للقمر موجود في الحمل وبما إنه موجود في الحمل معناته لسه إحنا منأخذ من صفات برج الحمل ففي هاي الفترة بيظل فيه شعور بالطاقة الكبيرة إلى العمل ومنكون أكثر تصميم وأكثر استقلالية ومنبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل أنه نتسرع في تصرفاتنا أو نتهور أيضا يجب أن نحذر أكثر على الطرقات من السرعة الفائقة نلاحظ أيضا في هاي الفترة إن أقل صبر في التعامل مع الغير مما قد يوقعنا في متاعب ومشادات غير مرغوب فيها بنفقد دبلوماسيتنا منكون أكثر عدوانية في فترة وجود القمر في برج الحمر لعني تصلح لا إجراء فحص للعيون إذا استدعى الأمر لذلك أو إدخال تعديل على قصة الشعر أو إقامة حفل ما بالنسبة للزوايا الفلكية أول زاوية هي زاوية تربيع سلبي بين القمر وبين بلوتو وهاي رح تكون الساعة 10 و43 دقيقة صباحا بتدفع بعض الأشخاص إلى التسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تسديس إيجابية رح تكون بين القمر وبين المشتري وهاي رح تكون في تمام الساعة 7 و37 دقيقة مساءا بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول إنه نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار خلو المسار زي ما حكينا بيبدأ الساعة 7 و37 دقيقة مساءا من مساء يوم الجمعة بتوقيت جرينيتش وبينتهي في تمام الساعة 8 و7 دقائق مساءا بتوقيت جرينيتش يعني المدة مش هالمدة الطويلة هي نصب ساعة فعشان هيك قلة اللي بدهم يخذوا حذرهم في هاي الفترة لأن هاي الفترة هي فترة سلبية ودائما فترات خلو المسار بتعني أنه الفترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 8 و7 دقائق القمر بصير موجود في برج الثور عشان هيك بتتغير الأجواء وبتصير عنا إحنا ميزات من برج الثور بتأثر علينا كلنا كل الأبراج فمنشعر بالحذر أكثر ومن ميل المحافظة على ممتلكاتنا وقل لما نبحث عن شيء جديد يجب أن نعتمد على أنفسنا ماديا وأن لا نفكر في اقتراض المال من مصرف أو من صديق في فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج ادخار ويمكن شراء عقار ما أو قداء وقت ممتع في البيت أو مثلا الاهتمام بالأمور الفنية زي مشاهد التلفاز أو أفلام أو أشياء من هذا القبيل بعد انتهاء خلو المسار في عنا زاوية وحيدة هي زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين القمر والمريخ طبعا خلو المسار والانتقال والزاوية هاي رح نعيدها برضو في حلقة الغد هاي زاوية حكي أنا تثليث إيجابية بين القمر وبين المريخ اللي رح تكون الساعة 9 و25 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي ومنندفع على الاهتمام بصحتنا أكثر وبيزيد من شجاعتنا وحماستنا وهو وقت مناسب للدفاع عن أفكارنا وحقوقنا والقيام بخطوات مهمة بالنسبة لخلو المسار القادم طبعا بما أنه القمر رح ينتقل ويصير في الثور فخلو المسار القادم رح يكون يوم الاثنين اثنين ثمانية بيبدأ في تمام الساعة سبعة واربعين دقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة ثمانية وستة واربعين دقيقة صباحا لينتقل بعدها القمر لبرج الجوزة أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المربع واحد وعشرين يوم في تمام الساعة ثمانية وخمس وعشرين دقيقة مساءا بيصبح اثنين وعشرين يوم نسبة الإضاءة بتصير ثمانية وخمسين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الأسد حتى يوم اثنين وعشرين ثمانية سعيد بنسبة عشرة في المية القمر في الحمل وبدو ينتقل للثور زي ما حكينا ولكن أنه اليوم رح ما نذكر الانتقال لهاد لأنه هو لاثنين ثمانية تقريبا في برج الثور هو سعيد اليوم بنسبة خمسة واربعين في المية عطارد في الأسد حتى يوم 11 ثمانية منتحس بنسبة خمسة عاش في المية الزهرة في العذراء حتى يوم 16 ثمانية سعيد بنسبة عشرة في المية المريخ في العذراء حتى يوم 15 تسعة منتحس بنسبة خمسة عاش في المية المشتري في الدلوب يتراجع حتى يوم ثمانية عشرة منتحس بنسبة خمسة عاش في المية زحل في الدلوب يتراجع حتى يوم 11 عشرة منتحس بنسبة أربعين في المية اورانوس في الثورة حتى يوم عشرين ثمانية سعيد بنسبة خمسة عاش في المية نيبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم واحد اتناعش منتحس بنسبة خمسة عشر في المية بلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم ست عشر منتحس بنسبة خمسة عشر في المية وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط اليوم بتسيطروا على زمام الأمور وبتنجحوا بالدفع بمصالحكم وبتهتموا بمظهركم وبالتغييرات اللي بتصير معاكم هاي تعتبر مرحلة وانطلاقة لما شريعك الجديدة أو لأفكارك الجديدة بتتمتع بنشاط ذهني وجسدي كبيرين انت سباق ورائد في حقل اختصاصك في ساعة المساء كل ما اقتربنا لساعة المساء بتتغير الأجواء وبيصبح يوم او فترة بتحمل معاها فرصة مالية بتكون مفاجئة وبتدخل تحسين على ميزانيتك بتنشط بالاتصالات والزيارات وبتهتم للترويج لخطة او للقيام بزيارة معينة اهم اشي انك تتشجع ممكن في ساعات المساء تعالج مسائل مالية او ادارية او تمولية بتطلب منك توقيع او متابعة لدى المراجع المعنية برجة ثور بيتطلب منكم عدم المبالغة في مجهودكم الجسماني هذا اليوم طبعا لان القمر ما زال في الحمل في بيت متاعبكم لا غاية ساعات المساء بتكون تضعوا سلم الاولويات للعمل الضروري والعاجل وبتكون تنتبهوا لغذائكم وراحتكم بتنخفض وتيرة الحياة عندك بشكل كبير وبتتأخر مشاريعك وربما تلغى بدك تتجنب اتخاذ اي قرار وتتأكد من حجزك لانه ممكن تتفاجأ باللغاء اي امر اليوم او سوء تفاهم طبعا هاي الامور بتضل كل ما اقتربنا لساعات المساء بتصير تخف ضغوطها بتبلش تشعر بانه النشاط بلق صار يظهر على الساحة بتصبح ثقاتكم بانفسكم كبيرة وبعمكم النشاط اهم شي انكم تبادروا لخطوة جديدة بتدعم من مركزكم الاجتماعي القمر في هاي الفترة بجعلها يعني فترة مميزة واستثنائية وبرضو الجو بساعدك على بذل الجهود من اجل اشاعة السلام او بلوغ التفاهم ما بينك وبين الناس اللي انت بتتعامل معهم تعتبر هاي الفترة من اجمل ايام الشهر واكثرها دعم لا اليك اهم اشي انك تأخذ المبادرة وتكون شجاع برج الجوزة بتنشطوا اجتماعيا وتلتقوا الاصدقاء ومنكم اشخاص ممكن يشاركوا في حفل او مناسبة سعيدة حاول انك تكون مخلص لصداقاتك ووعودك ممكن تحصد تأييد لا بأس فيه حاول انك تكثف ارتباطاتك انت بحاجة لتعاون الاخرين معك في هاي الفترة طبعا هذا الامر بيظل لغاية ساعات المساء من ساعات المساء بتدخل فترة صعبة شوي لانه القمر بيكون انتقل لبرج الثور فهاي الفترة بتصير تطلب منك عدم المبالغة في جهدك الجسماني اللي هي من ساعات المساء وحاول انك تنجز ما بوسعك من عمل متراكم دون اهمال صحتك حاول انك ما تراهن على الحظ لانه ممكن تعاني من بعض الركود ومراوحة المكان اهمش انك ما تجازف بصحتك ولا بعلاقاتك الافكار ممكن تكون شوي مشوشة والظروف بتكون مخيبة برج السرطان بتظل الفرصة متاحة للي بيبحث عن عمل واللي بيعمل بينجح في اثبات جدارته للمسؤولين وبتقدروا اليوم تحافظوا على انجازاتكم القائمة اهمش انك تهدى من روعك لانه هاي فترة سلبية مشحونة بالمتاعب والتوتر ممكن تعالج الامور بهدوء حاول انك تقدم افضل ما لديك لغاية ساعات المساء طبعا ممكن تفرح بانتصار مهني او اجتماعي خلال ساعات النهار في ساعات المساء بتستعيد او بتستعد للقاء الاصدقاء وبتسعد من لقاءهم وبتتعاون معهم او بتعاون معاك بفاجأكم احدهم بتصرفاته او بطلباته بترافقك رياح مؤاتية رغم الضغوط حاول انك تكرروا المحاولة اذا اردت الدعم والتأييد هاي فترة مناسبة للانضمام لجمعية او لمؤسسة بتتلاقى مع طموحاتك برج الاسد بتنشطوا في امور الها علاقة بالسفر البعيد والاتصالات البعيدة والتحاور مع اشخاص في خارج البلاد وهذا مناسب برضو الوقت لا اجتياز امتحان او اجراء مقابلة حاول انك تظهر تعاون اكبر مع الاخرين ومع الجهات المسؤولة ممكن تنجح اليوم بالترويج لعملك او كسب الدعم والتأييد اهم شي انك ما تهمل واجباتك حتى ولو كثرت او صعبت نظم وقتك بشكل جيد تفادي للتأخير قدم بجراءة او اقدم بجراءة وثقة في ساعات المساء الجو بيتغير لانه القمر رح ينتقل ويصير في بيتك العاشر فعشان هيك بصبح الاجواء جيدة للاشخاص اللي بدهم يبحثوا عن عمل او بيبحثوا عن عمل او بيرغبوا في ادخال تعديل على عملهم بوسعكم اثبات جدارتكم للمسؤولين تعتبر الفترة ساعات المساء هاي والايام القادمة فترة مهمة على الصعيد المهني والاجتماعي ولكن ممكن يكون فيه بعض القلق حول احد افراد العائلة وممكن تواجه مسئولية او عبء مهني اهم اش انك ما ترتبك في المواقف الحساسة لانه الجو العام شوي بيكون فيه نوع من انواع الصعوبة برج العذرة بتظل الامور المالية بتشغل فكركم والفرصة بتكون متاحة للحصول او لمكسب الوصلة بشراكة او تعويض حاول انك تبادر لتصحيح الاخطاء وترتيب الاوضاع انت بحاجة لاياقة جسدية واعصاب متينة في هاي الايام والايام المقبلة اهم اشي انك ما تترك ذيول المتاعب انها تسيطر عليك في ساعات المساء بيصلكم خبر من بعيد وبتنجحوا في امور الها علاقة بالسفر والاتصالات وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بيحبائكم بترتفع عندك المعنويات وبتصير فرص النجاح عندك ممتازة ووضحة بشكل كبير وبتعود للامساك بزمام الامور هاي فترة ايجابية جدا بيصل خلالها الحوار وبتفرح بخبر او تجاوب بعض الاشخاص معاك وفيها لبعض الاشخاص بكون في سفر محتمل برج الميزان بترغبوا في ادخال او تعديل على شراكاتكم وهذا يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني ما بيجوز اثارة المتاعب لان القمر بازال منقابلك تماما فبدك تتجنب الانفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية وبتكون ديروا بالكم من الحوادث والاعداء لانه في هاي الفترة بصيروا كثر في ساعات المساء طبعا بتتغير الاوضاع بشكل جذري وبتمنحك فرصة لمكسب مالي الوصلة بشراكة او تعويض او دين اليك تستردو صحتكم او صحت قريب اليكم بتكون بحاجة للرعاية او للاهتمام ممكن تفكر بمستقبلك وراحة شيخوختك في خلال هذا اليوم او تاخذ المبادرة بالاتجاه المذكور يعني زي تأمين ادخار اشياء تضمن المستقبل اهم اشي انه اليوم تقدم بعض التنازلات وتتراجع عن خطوة او قرارات كان في الايام الماضي سببت لك نوع من انواع الازعاج حاول انك ترتب امورك بشكل جيد لانه الفترة القادمة افضل ان شاء الله برج العقرب انجزوا ما تراكم لديكم من عمل واليوم تجدوا تعاون من الزملاء اهم شي انكم تنظموا جدول غذاكم وتاخذوا قسط من الراحة من حين لاخر من المستحسن التبكير للعمل والتنسيق الجيد بين مختلف الواجبات بتكثر عندكم النشاطات وربما تشعر ببعض التعب ممكن اليوم تقدر انك تحرز بعض التقدم او رباح عديدة ولكن بدك تدير بالك لانه في ساعات المساء القمر رح يصير مقابلك تماما فبصير هذا يعني بتصير الفترة مناسبة للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني وبوسعكم تعزيز شراكاتكم او تطويع العلاقة الزوجية او المصالحة ما بينك وبين الزوج ولكن بدك تحاذر في هاي الفترة من الانفعال لانه بيصعب التفاهم معك وممكن تقع في ورطة انت بغنى عنها اذا تسرعت الاجواء تلقائيا بتصير متوترة لانه طاقتك بتصير ضعيفة وممكن تظهر بعض المشاكل الطارئة بدك تكون صبور وتحاول انك ما تتذمر لا احاول انك تقتنع ان الفترة هاي خالية من الحظ برج القوس ابتزداد رغبتكم في التقرب من احباكم وتعزيز العلاقة معهم كمان هذا اليوم اكثر من الايام الماضية الظروف بتكون بالنسبة للك جيدة وفي احتمال يكون في بعض القلق على يعني احد الاحبة او الابناء يعني ممكن تهتم فيهم اكثر رغم انه انت اليوم عندك نشاط عالي وعندك حركة دقوبة بتميل للهو والترفيه الترفيه عن النفس وانت بالفعل يعني مع ضغط الايام الماضية والفترة اللي شوي فيها نوع من انواع الصعوبة بتستحق ذلك لكن بدك تتخذ خطوة مفيدة ما خلال هذا اليوم بدك تحاول انك تركز على مستقبلك في ساعات المساء لانه شوي القمر بصير في البيت السادس فممكن يتراكم عندكم بعض العمل ورغم انكوا قادرين على انجاز حصة الاسد منه نظموا جدوى الغذاءكم واخذوا قسط كافي من الراحة اهم اشي انك ما تلتهي بالقشور والامور الثانوية حاول انك تعتمد على جهودك وطاقتك لحصد النجاحات والارباح راقب وضعك الصحي بشكل جيد الفترة هاي ممكن تحمل بعض القلق على المستوى المهني ولكن برضو لا تهمل صحتك برج الجديد بترغبوا اليوم في ادخال تعديل على مسكنكم والتفاهم مع افراد العائلة فترة مهمة لتعزيز الروابط بالرغم من بعض الهواجس اللي انت بتعيشها فيه نوع من انواع تبادل زيارات او اتصالات مهمة اليوم بتكون عندك ولكن ممكن يسود بعض التوتر بسبب حدث طارق او حدث او مناسبة او شيء معين الى علاقة بالبيت مع ساعات المساء الاجواء بتصير ايجابية اكثر بترغبوا في التقرب من احباكم وتعزيز العلاقة معهم بوسعكم ممارسة نشاط فني ممكن يطمئن بالك نسبيا وتجد حليف يدعم تصوراتك اهم ايش انك ما تستسلم بل كرر المحاولات بترغب باستكشاف مناطق جديدة وتمويل الى علاقة بسفر او المشاركة في رحلة عمل الاجواء اجمالا هي رومانسية وناجحة ولكن بيتخللها بعض القلق على احد الاحبة الحضوض ممتازة بورج الدلو بتنشطوا في امور الها علاقة بالسفر والاتصالات ومنكم ممكن ينطلق في مرحلة مهنية للترويج لمشروع بنجاح عند قدرة على الاقناع عالي جدا اليوم وسرعة البديهة عالي جدا باستطاعتك قلب المعادلة لصالحك اهم اهم اشي انك ما تبقى وحيد حاول انك تبحث عن الاصدقاء والاحباء اللي ممكن من خلالهم تعزز الروابط بتملك سرعة خاطر ومهارة ملموسة طبعا في ساعات المساء الجو رح ليتغير لانو القمر رح ينتقل للبيت الرابع عندك فبيصير في اهتمام على الامور البيتية عشان هيك بيصير بوسعكم ادخال تعديل على امور مسكنكم او امور عائلية وممكن نتعزز الروابط العائلية اكثر اهم شي انك ما تسمح لعواطفك بالتأثير على سلوكك واداءك لا تنفعل حتى لو شعرت بالانزعاج حاول انك تسعى لتحسين موقعك خصوصا في العمل وتحاول انك تثبت مكانتك قدم المساعدة لاي شخص بيحتاجها بالفترة هاي لانو اللي بتقدمه اليوم تجده بكرة برج الحوت بتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي بيجي على الاغلب من عمل اضافي ومنكم ممكن يسترد مال بيعود له او يحصل على هدية ممكن اليوم تسمع خبر صار ويلعب قريب اليك دور مهم جدا ممكن تهتم بقضية شراكة او قضية عمل في منكم رح يعالج بعض الامور بشكل دقيق ورح تهتموا اليوم بالاولويات المالية ورح تجدوا بعض الحلول والتسويات للامور المالية طبعا لغاية ساعات المساء بتتغير الاجواب من ساعات المساء بتنشطوا في امور الها علاقة بالدراسة والسفر والاتصالات خصوصا القصيرة هاي اللي بيكون فيها يعني بتسافر وبترجع او اتصالات كثيرة هذا يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة وبكون لكم نوع من انواع التعامل مع اخ او جار حاول انك تكون عنصر ايجابي وما تتسبب بالنفور للاشخاص اللي بتعاملوا معك اتفهم الآخرين ويتقى هادئ لا تفوت عليك فرص المصالحة والتسوي والنجاح حاول انك تكرر المحاولات السابقة اكثر الفترة هاي يعني كرر المحاولة ممكن تطلع النتائج احسن حاول انك ما تستسلم حاذروا بس من السرعة وسوء التفاهم وبعض الاصابات اللي بتيجي من ضمنها بسبب الحركة بدون تركيز هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشهد انتظروا الى اللقاء اشهد انتظروا الى اللقاء اشهد انتظروا الى اللقاء